موسيقى ستة وسبعون يوما منذ تدشيني قناة السوداني 24 لبثها الرسمي في العشرين من اغسطس الماضي حيث عرفت نفسها بانها قناة مهتمة بمعاش الناس هذه المحطة وضعت على عاتقة ان تهتم بمعاش الناس فهي قناة تريد ان تكون جادة ومفيدة وممتعة وهذا تحدي معبر خلال القوالب البرامجية عن الاقتصاد ومعاش الناس عن الثقافة عن الخدمات عن الاخبار عن الشيون السياسية عن الاسرة والطفل عن الرياضة عن الفنون كل هذه المجالات هي بين يدي المخطط البرامجي توزعت بنسب ومقادير ولكن النسبة الاكبر التي حازتها هذه البرمجة التلفزيونية هي للاختصاد حوالي 30% و30% نسبة كبيرة نحن قلنا الاختصاد بمعنى معاش الناس لإلا يذهب الناس إلى الاختصاد بالمعنى التخصص الأكاديمي وهذا بوابة جدل يعني بينه وبين آخرين معاش الناس هذه قضية تهم الناس الناس يفتكرون إنه الاختصاد بس يعني أرقام جافة وجامدة لا يلحظون أثر هذا الاختصاد في كل حياتنا في كل مجالات الحياة ولذلك من خلال رسالتها ستعبر عن هذا الهم بقوة وستوصل هذه الرسالة بقوة وستكون معين لعل ارتباط القناة بمعاش الناس جعل البعض يجنح لتقديم تعريفات غير دقيقة لطبيعتها واهتمامها وتصويرها وكأنها متقوقعة في مجال الاقتصاد وغارقة في الأرقام وهو شأن مختلف ومغير لمفهوم معاش الناس الأكثر شمولا من تخصص الاقتصاد أطلب من الإخوة الصحفيين أنهم يحاكموها بما تقولوا عن نفسها لا بما يسمع عنها أنا أقول الآن أنا مدير البرامج أنه هي غليسة غناء اقتصادية بإطلاق هي غناء تهتم بالاقتصاد تعطي الاقتصاد نصيب كبير جدا إذا دار أتكلم لك في الموضوع ده أن والله يا أخي أنا الاقتصاد بالنسبة لي كإنشغال وهم زي ما قلت قبل نسبة في داخل البرامج هي 30% وهي ليست برامج فقط إنما هو برامج ومساحة داخل البرامج وفقرة وفاصلة وتشكيل لهوية الغناء بالمعنى العام حتى أخذ نصيب 30% من المساحة البرامجية والخارضة البرامجية هي للاقتصاد لكن هناك عندي سياسة وأخبار عندها نسبة أكثر من 20% عندي أنا الرياضة فوق العشرة في المئة الكلام ده كله أنا بحسبه على المدى الزمني المعطى للبرامج كذلك عندي الأسرة والطفل وعندي فنون وعندي وثائقيات يعني حتى الغناء عندي غناء يعني عندي برامج كامل للغناء مع أصوات المدينة أظن أن الناس شاء فلو ترويج لكن كذلك عندي أرض الفرص وعندي صنع في السودان وعندي مواد كثيرة جدا وبرامج كثيرة هي أصلا متخصة بالاقتصاد الحديث المنسوب لوزير الدولة بالإعلام يوم أمس بالبرلمان وإشارته لمخالفة قناة وليدة وعدم التزامها بأساس تصديقها كقناة اقتصادية وإعلانه تشكيل لجنة من وزارته للجلوس مع تلك القناة بغرض إلزامها بتصديقها في برامجها أو سحب ترخيصها فهم منه بأن تلك القناة المخصودة هي سودانية 24 لكونها القناة التي عرفت في أجهزة الإعلام بأنها قناة اقتصادية وهو الوصف الذي لم تدرجه في تصديقها أو حتى عند تعريف نفسها من المؤكد أن الجانب الخاص بحديث وزير الدولة بالإعلام بغض النظر عن الجهة المقصودة سواء كانت سودانية 24 أو غيرها سيفتح بابا للتساؤلات حول أجواء ومناخ الحريات الإعلامية بالبلاد بعد انتهاء الحوار الوطني سيما في ظل الشكوك التي تحيط بالأمر بجانب دلالته ذات الطابع الاقتصادي التي تبث رسالة سلبية للقطاع الخاص عوضا عن تشجيعه للولوج لهذا القطاع وتوسعة الاستثمارات فيه ترجمة نانسي قنقر